في كل ده في الزحمة دي كلها كان فيه رسالة مهمة جدا مرتبطة بكورونا احنا ننسينا كورونا خلينا نسمع رسالة الرئيس في موضوع كورونا وبرضه انا كنت قلت مبارح وبقول لدكتور مصفى وسيدة وزيرة الصحافة لنراجع تاني مستشفيات التعمين الصحي ومستشفيات الحميات اذا كانت محتاجة اي حاجة جاهز نفسنا من دلوقتي لا قدر الله لاي تطور يعني تعرفين الرسالة المهمة يعني نفس اهمية التحذير يعني والناس تاخد بالها عشان ما ندخلش على الموجة التانية عايز اقول لك والله انه لما الرئيس قالك هو يعني بيحسدون على وضعنا ده في كورونا الحمد لله انت وصل لمرحلة كويسة جدا والناس بدأ استعادت حياتها بشكل كبير وانه الحياة فتحت والاصابات تتكلم مبارح تريبا عن 111 اصابة احنا مغناش بيسأل كمان يعني الناس معادتش بتسأل وبتتبع وبتهتم لكن في ظل وجود دول اكثر تقدما منك بيمكن يتجاوز عدد الاصابات فيها 10 تلاف وبيقفلوا تاني اسرائيل بتقفل تاني بشكل كامل فرنسا فيها مشكلة ضخمة جدا فهو لمح هنا ايه انه طيب نراجع المستشفيات المستشفيات اللي عندنا مستشفيات تأمين الصحي ومستشفيات الحميات عشان الناس تبقى مستعدة لأي احتمالات انه تبقى فيه موجة تانية لا قدر الله لكن هو بيخرج بيقينه بسر هذا البلد وده مش كلام فيه خرافات ولا حاجة يعني مش كلام انك ايه لانه البلد عاملة اللي عليها يعني تبقى خرافات لو البلد ما عملتش اللي عليها وما اخدتش اجراءاتها الاحترازية وقال زي ما تيجي تيجي لا احنا ما عندناش حاجة اسمها زي ما تيجي تيجي انت بتعمل استعداداتك بناء على خدراتك وبعدين بتتوكل على ربنا فهو قالك انه فيه ناس كتير مستغربة ان احنا كده وانه ده وضعنا وانه الحمد لله ما فيش كرسة حصلة في الحياة فقالك والله هو مصر بخير وده سر من اصرار البلد دي سر من اصرار البلد دي لا انا هقدر اشرحه اشرحه لحضرتك ولا حد هيقدر يشرحه لان فعليا وكأن الله صنع هذا البلد على يده يعني اللي هو اناية الله طول الوقت ورحمة الله طول الوقت تحيط بهذا البلد فيه ناس تسأل ليه وإيه سر مصر وش معنا مصر وبتاعي خلاص يعني رزق رزق البلد دي كده ورئيس افسر قالك لانه اهلها طيبين هو فعلا الناس في مصر اهلها طيبين مش بتوع أزا ولذلك اللي بتوع أزا اللي هم موجودين برة لما بتجي تقول عليهم مش مصريين فانت صادق لانه مفيش مصري يحب الأزا وعشان كده خلونا نيجي بقى للرسالتين المهمين جدا اللي هو رسالة لهؤلاء لأهل الشر ورسالة للمصريين المصريين